اشتركوا في القناة صحة وسعادة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين كما عودناكم دائما نستقبل آراءكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد واللي إن شاء الله سوف يقينا من الأمراض هذا اللي نحن نتمنى من خلال برنامجنا نتمنى أن نوصل لكم المعلومة الصحية اللي من خلالها ممكن أن سبحان الله يعني تنقذ حياة إنسان ممكن أنها يعني بشكل أو بآخر تعزز الصحة عندنا ودائما ما نقول الوقاية خير من العلاج فأمور بسيطة إذا سويناها في حياتنا مستمعين بتكون إن شاء الله حياتنا الصحية نرحب بفريق عمل البرنامج معنا اليوم في إعداد هذه الحلقة الزميل والأخ العزيز يوسف سعد في التنسيق ميرا لغفر ليصبحك الله بالخير ميرا ابتسامتها جميلة ميرا تعطيك طاقة إيجابية والابتسام الأجمل من عيسى سبيل بعد كذلك لأنه نادر ما يبتسم لكن يوم يبتسم ينثر الطاقة الإيجابية صبحك الله بالخير عيسى سبيل ما يحتاج أقولكم شو سوى هذه تحياتي وحدثكم محمود يوسف العلي ما نبتدي حلقتنا ب يعني دراسة تقول تمكن علماء جامعة رايس الأمريكية لأول مرة من اكتشاف علاقة مباشرة بين نقص فيتامين بي تويلف الناتج من عدم توازن النظام الغذائي وخطر إصابة الجسم بالعدوى وأظهرت التجارب التي أجراها العلماء أن نقص هذا الفيتامين يخفض بصورة حادة مناعة الجسم ما يجعله ضعيفا أمام مختلف مسببات الأمراض والإجهاد وكتب الباحثون في موقع الجامعة الإلكتروني أن نقص فيتامين بي تويلف يضر بالصحة على المستوى الخلوي عن طريق تلف الميتا كونديريا ويسبب نقص هذا الفيتامين في الجسم الشعور المزمن بالتعب وفقر الدم وأمراض النفسية منها بين قوسين يعني الفصام ولا ينتج جسم الإنسان هذا الفيتامين لذلك يجب أن يحصل عليه من المواد الغذائية التي يتناولها هذه معلومة موايد مهمة أن جسم الإنسان ما ينتج هذا الفيتامين يا جمعة الخير هذا الفيتامين حصل من المواد الغذائية من الأشياء التي ناكلها بيّنت نتائج التجارب التي أجراها العلماء على الديدان الإسطوانية التي لا ينتج جسمها هذا الفيتامين أن الديدان التي حصلت على نسبة مرتفعة من الفيتامين في غذائها كانت مقاومة لعدد كبير من المخاطر المهددة للمناعة تغير ظروف الوسط المحيط تغير درجة الحرارة المكروبات المرضية وغيرها مقارنة هذا الكلام بالديدان التي حصلت على نسبة منخفضة من الفيتامين في غذائها يشير الباحثون إلى أن نقص فيتامين بي 12 يسبب تراكم الأحماض الأمينية المتحللة جزئيا في داخل الميتا كونديريا ما يؤدي إلى ضعف عملها وظهور مشكلات في المناعة من جانبها تتفق خبيرة التغذية الروسية أولغا بيراظالوفا مع استنتاجات العلماء الأمريكيين وتقول أن فيتامين بي 12 يؤثر في امتصاص الحديد في الجسم وبالتالي في كمية الأكسجين التي تصل إلى الأنسجة لذلك عند تناول كميات كافية منها اللحوم والكبد والمبادر الغذائية المحتوية على عنصر الحديد والخضروات والأسماك والبقوليات يمكن الحفاظ على المستوى المطلوب لهذا الفيتامين في الجسم طيب هذه دراسة آخر دراسة نحن حصلناها عن موضوع البي 12 وتأثيرها على ضعف مناعة الجسم الأمور التي تخص المناعة يا جماعة الخير هي تتعلق بشكل كبير بالمواد الغذائية التي نحن ناكلها لأن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات معينة وأيضا الجسم يحتاج لبعض الفيتامينات هذه الفيتامينات يجب أن نحصلها من خلال الأطعمة وأيضا الواحد ما يأخذ المكملات الغذائية إلا باستشارة أخصائي التغذية والطبيب لأنه هم اللي يعرفون مدى يعني احتياجك لمثل هذه الأمور نأخذ من شسمة بعض الأشياء اللي تهدد يعني صحة أطفالنا بشكل مباشر هي مخاطر صحية وسلوكية تهدد للأطفال بما أننا نتكلم عن بيت ويلب أهميتها بالنسبة لهذه لكن هناك للأسف مع نمط الحياة أحيانا نحتاج أن نعيد السلوكيات الخاصة بأطفالنا فما نتكلم بشكل سريع عن بعض الأشياء الممارسات الغلط أو المخاطر الصحية وسلوكية لتهدد الأطفال منها الإفراط في مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الذكية لأن حاليا اللي نشوف أن الأطفال يهدونهم أو ليأ أمورهم أمام شاشة التلفاز أو أفلام الكرتون أو أن يخلوهم يلعبون بالتلفون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو هذه المساء تشكل خطر صحي ومشكلات سلوكية كبيرة على الطفل ممكن أن تكون الشاشة أو الأمور التي نحطها لها مفيدة وتعليمية لكن هذه الأشياء ممكن بشكل سريع الواحد يفقدها لأن في مايو كلينك نشرت ما قال أشار فيه إلى ما يمكن القيام به لتحديد الوقت الذي يقضيه طفلك أمام الشاشة وليبقى تحت المراقبة التوصية كانت لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على استخدام الوسائط من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين وتوصي بالحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال الأكبر سنًا أمام الشاشة بحيث لا يزيد على الساعة أو الساعتين في اليوم حيث اقترنت الكثير من المشكلات بالإفراد في الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة منها السمنة فكلما كان الطفل أكثر مشاهد للتلفاز زاد خطر إصارته بالسمنة كما أن وجود جهاز التلفاز في غرفة نوم الطفل يزيد أيضًا من هذا الخطر ويمكن للأطفال أن يشعروا بشهية لطعام غير مرغوب فيه يتم ترويجه في الإعلانات التلفزيونية فضلاً عن الإفراد في التناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز من الأشياء بعد عدم انتظام النوم كل ما شاهد التلفزيون أكثر بيعاني أكثر من المشكلات في النوم أو المواعيد نوم غير منتظمة المشكلات السلوكية أن طلاب المدارس الابتدائية اللي يقضون أكثر من ساعتين يومياً في مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر هم الأكثر عرضة للمشاكل النفسية والاجتماعية والانتباه كذلك أن ألعاب الفيديو اقترنت بزيادة مخاطر مشاكل الانتباه لدى الأطفال والإفراد في مشاهدة التلفاز في سن الرابعة مرتبط بالتنمر في سن السادسة إلى الحادية عشر يعني إذا طفلك متنمر هذه كل السلوكيات ما أخذنا من جلسة أمام التلفاز وما تعرف تشوف ممكن يشوفه هناك ضعف الأداء الأكاديمي يميل طلاب المدارس الابتدائية الذين لديهم أجهزة التلفاز في غرف نومهم إلى أداء أسوأ في اختبارات المدرسية مقارنة بأولئك الذين ليست لديهم أجهزة التلفاز في غرف نومهم العنف قد يؤدي تعرض لكثير من العنف عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء تلفزيون سوشال ميدا شو ما كانت اليوتيوب هذه ممكن تكون وسيلة أن الأطفال يتعلمون قبول السلوك العنيف كوسيلة طبيعية لحل المشاكل هذه أمور علمية المشكلة نحن نعرفها ولكن ما نعطيها الاهتمام الكبير وممارسات نشوفها في كل البيوت للأسف قلة الوقت لللعب المفيد يؤدي الإفراط في الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة وقلة وقت ممارسة الأنشطة المفيدة ما يسميه البعض اللعب الإبداعي لأن هذه الأشياء هم حطوا المشاكل اللي ممكن تصير لأنها وقت شوي نقول عن الأشياء اللي ممكن تخلي الوقت مفيدة بالنسبة للأطفال أو وقاته مفيدة يقول لك خطط لما سيقع عليه نظر الطفل بدلا من التقليل بين القنوات أحرص على مشاهدة مقاطع الفيديو والبرامج عالية الجودة فكر في استخدام إعدادات المراقبة الأبوية التلفاز لأجهزة كميديوية لأنه في أمور عندك أنت في الستنك تقدر في الإعدادات ترتبها للطفل كم يستخدم شو يشوف شو ما يشوف هذه الأمور كلها موجودة شارك طفلك في المشاهدة دائما نقعد معاه حاول أنك تقع خلاص أنا بعطي لهذا الآيباد أو شو ما كان لوحة دكي حتى على الغدل حين بيأكلون حاطين جدامهم يعني هذه يا جماعة الخير تقعد تعزز قيم وسرية تعطي تحارب العنف تعاطي المخدرات اللي ممكن الواحد يشوفه عن طريق التلفزيون وغيره وسبحان الله الآن المسال ترى كل شيء موجود جدامك أنت لازم تنبه عيالك توضح لهم لازم تكون معاهم فسجل في برامج سجلها عندك وحطها في الفيفورت عندك على اساس أن هذه الأمور حق الأطفال يشوفونها يعني حاولوا قد ما تقدرون يعني تبندون التلفزيون إذا كانت في مشاهد غلط أنا أتذكر والله يوم نحن صغرية نزيل زاهم الله خير يعني أهلنا أخواننا أخواتنا الكبار كانوا يغطون عيننا يحطون شيء يديهم على عيننا أو أن يغيرون على طول قبل بعد ما شاء ريموت يا صغرين ما عن ريموت تحدونها التلفزيون اللي تشك تشك شي سمونا هذا تروح تبدل شيء بال المانيول هذا بس شيء شسمه وما تذكر عيسى ما شيء يحط يدي على عينك إذا كان في مشهد وين قبل أصلا أخ قبل رقابة موجودة التلفزيون وقت محدد عندك ساعات معينة تيستطالع بس يرتلعب كورة يعني وائد أشياء الحين تشوفون الأمراض من تشرم بين الأطفال نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة والله موضوع يعني وائد الواحد بيسترسل فيه المهم أنا هاي الدراسة قريتها لأنا أبغي أوصل ل النتيجة أنه يكون قدوة صالحة عن طريق لحد من الوقت اللي أنت تقضي أصلا أمام الشاشة جدا معيالك فعزيزي الأب عزيزتي الأم مسألة وائد خطيرة أمراض كثيرة بتنتج عن هادي السلوكيات أنتوا بتشوفون ياهل هادي بس أنت ما تعرف شو قاعد يستوي مشاكل كبيرة قاعدة تستوي في داخل هذا الطفل فانتبهوا يا جماعة الخير نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للأعلام عبر إذاعةكم المميزة دايما وبدن إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا مستمعين 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 نحن عندنا مداخلة من براشة تفضل يا براشة صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور وسرور يا حياك شف الحاق هو شيء بتعرف على اسمك والله أنا تابع بس أتابع أخوك الصغير محمود يوسف محمود والنعم الله يسر أنا الأفضار على راحتك ومشكلة أخضارك شو الصحة أول عمرك حبيبي تفضل أول عمر بس حين سمعت موضوعك موضوعك موضوع مهم جدا وأنا من يومين ذراسة بأتواصل يا أبي عمر نفس الموضوع بس ما يعني قضى ذلك أخضر أول عمر اليوم الأفضال ما في طفل في البيوت ما شاء الله ما عندهم لا إيباد ولا إيفون ولا البلاستيشن هذا 3 وال4 كل البيوت ما شرمت وفرة فيه أنا اللحقت على بلستيشن 2 آخر واحد أنا والله بطراحة أنا اللحقت على الأتاري وتذكر الفاميلي هذاك مالو شفت أني أصغر عنك ها ما أصغر عنك تفضل تفضل الله يجب طويل عمر شيء أنا أتكلم عن وجهة نظري واللي يصير معي عندي طفل عمره 6 سنوات نعم ساعات في الليل راقت ساعات 2 ثلاثة يقول لك أخو ثاني راشد لا لا دخل إيصوه اجتل اجتل قمت قومة تقول لبابا شوفي خلاص هذا الشي خلاص مخة يعني اليوم من هي من المدرسة ما شواجبات تلحق بسرعة يفتح يعني خلاص أنت كم بتراقب يعني أنا باع عرف اللعبة هذه واضحة يطويل عمر أنها فيها يعني لأبعد حدود اليوم أنت تشوف الموضوع اللي صار يوم الجمعة اللي صار في المسيد اللي في اليوزولنجة أنا والله يوم شفت الفيديو يقول هذه لا من اللعاب اللي يلعبونها هذا أيام بس لا طلعت عقب شوي أنها هي حقيقة وصال يعني اليوم هالأشياء الأولاد يلعبونها هالأشياء أنا وانت نعرف أنه نشوف نظارها ونقول عقب يبك عنف يبك ما دري أنت شتت ويبك يعني واضحة كل شي وين جهات الرقابة عن هذا العرب الرقابة في الأساس أنا أقول لك براشد لازم تكون من البيت لازم تكون من البيت يا جماعة الخير دائما ما نحن نقول في النهاية المكان هذا مهما بتسوي رقابة أنت في عالم مفتوح الانتر أنت الآن خلالك العالم كلها قرية صغيرة أنا يوم أتكلم قبل الفاصل أقول عن التلفزيون الجديم هذا كان التلفزيون عندنا الساعة وحد اثنى عشر ذكر خلاص يبند ما في شي عرفت هي كل خطوط الحمرة والخضرة وكانت الرقابة موجودة وكذا وغيرها اليوم لا أنت ما تقدر تسوي هذا لأنت عايش عالم مفتوح أصلا فوين الأساس الأساس في الأسرة في شي في رقابة نعم يعني الألعاب هذه اليوم أنا 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 أعرف شو هدفها ما علي خلين يعني خلين نكونوا واقعين يعني أنا خلين الولد يلعب سباق سيارات يطلع الأول ما علي بس أنت اليوم هني يشاي المثدس والله في أسام يقتن لك بالله المثدسات أسمحها وأنا ما أمر علي وهذا ولد عمر أربع خمس سنوات يعرف هيا حفظ هن شو الغرض من هل الأشياء يا أخي أنا يعني أبغي أتوف هذا الجهة اللي تصرح يعني ما علي أوكي اليوم كل شي متوفر في السوق نعم بس لأكيد في يعني جهة مختصة لها الشي نحن براشد هذا الشي رح يؤثر على بعد عشر سنوات خمساش سنة بتشوف شي ثاني صحيح أنا شكر لك براشد يعني هذه المداخلة وايد يعني أثريتنا بهذه المداخلة أربعة تيام أبغي أوصلها ليش لما بعد ما شفت الحادثة صدقني الأشياء ذي أفضل صحيح يعني 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 جيل الأطفال بس ما شاء الله الكبارية كل واحد أكبر مني ويجب أن تحصل يا رس المتب وها ببجي تدخل أي محل أي بياع تشوف الشغل ببجي زين شو الهدف يعني وين أنت خلاص ونت وصلت رقم واحد شو تيب لك رقم واحد يا أخي توعية ما يعني ولا الله الله فيه خلل فيه خلل من ناحية أنا بصراحة ما أقدرت أوصل مع نفسي يعني اليوم أنا بدخل مسابقة إن شاء الله بطلع الأول يابا يكون لي شهادة تمييز يابا يكون لي شسمة ميدالية يابا يكون لي جائزة نقدية بس أهني ما عرف شو الهدف طيب ورسالتك واصلة أبو راشد أنا شاكر لك على هذه المداخلة وطلحنا طولنا عليكم البرنامج لكم يا أبو راشد بالعكس نورت والله برنامج زنة وبس بغيت أوصل الصوت هذا لأن صدقني والله يعني عيالي يعني أخاف عليهم وأخاف على عيال المسلمين جميعا شو الهدف من هذا الشيء يعني رجعت تفكرون كمية فيه أنا ما علي أنا وياك يعني أنا لو يعني بتقول لي رقابة من البيت كل واحد قد ما يحاول بس ما شاء الله لنت اليوم أنت بسير أي مكان لنت حين صار مثلا بدرهم الجيبي تعال كيف توقف يعني يعني أنا 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 أعلق على هذا الموضوع براشد بس سامحني أنا أطرل من هذا أسمعني أسمعني على الإطار إنزاك الله خير إنزاك الله خير شكرا الفكرة يا جماعة الخير الآن مثل ما طرح براشد شفت أنتم مخاطر هذا جزء بسيط من المخاطر للواحد ممكن يصادفها في هذه المسألة وأثرت أن أنا أعطيه الوقت الكافي لأنه موضوع جدا خطير موضوع في جيل ياين زين نحن محتاجين أن نحن نهتم بصحته النفسية وصحته المفروض أن هذا بيكون مستقبل الوطن ونحن اليوم نستثمر فيهم نزيل آخذ براشد وبعدين نطلع بجاسم عفوا بجاسم صبحك الله بالخير النور السرور وش حالك فضل يسيدي الله يحفظك الله يسلبك روحك اليوم وين لخت وياك من ندى دكتورة دكتورة شي عايشة عايشة البسطي ثانياتهم اليوم عندهم لأننا نتناوب على البرنامج تعرف ضغط العمل شوية على الدكاتورة كبير فانت ناوب على الموضوع تفضل يا وأنه كلكم فيكم خير في المركة استفسار سريع خدت الفئة المنزلية المساندة إلى مركز البرشد صحي نعم أعصاب أننا نسافر على ماليزيا ومطهوب بني حسب التعليمات السنقنصرية تطعيم الحمى الصفراء أوكي ممتاز ما عندنا شكال بس أحين المبلغ اللي أنا دفعته 100 درهم لفتح الملف أوكي وبعد ذلك الميتين وكم ميتين وخمس وعشرين أتوقع نعم لططعيم أوكي أنا ما عندي إشكال في أني أدفع بالططعيم فتح الملف 100 وكم 850 هذا المبلغ اللي شو أنا دافع لنا يعني أنا مش علاقة أنا لكني مستعيل وأنه يخلص وعندي وعندي سفرة بس بسبوع حاضر بأقول لك فبس ممكن توجه لهم يعني السؤال طبعا مش لمركز البرشة طبعا أكيد لا لا هذا موضوع لا أنا بأقول لك من هي 120 درهم هذا أنا وأنت والفئات أي أي مريض بي بيفتح ملف للعلاج في هيئة الصحة بدبي نزيل وينما كان بيتفع هذا المبلغ اللي هو ومبلغ التجديد مالت للبطاقة الصحية مالتها فهذا الملف تفتحه مو بس عشان أنت بتدفع مسولنا بس عسب التطعيم يا أبو جاسم لا فتح الملف العادي هذا أنا يوم مسيرة جدد بطاقة الصحية أدفع هذا المبلغ عرفت كيف بالنسبة لفتح الملف التطعيم الآن تطعيم ما عندي ما عندي أي خلاف على أساس بس كالجزئية أنت وضحت لياها حيث أن أنا ما عندي وقت آخر التوضيح منهم زي أنا أنا تصورت ومع ذلك سنة يعني ولا أن الودي الثاني إذا صرت برجع أدفع شي لا ما ظني بتدفع بس مع ذلك مع ذلك أنا بس عشان أتأكد بعد وأوصل لك المعلومة 100% صح ميرا ميرا سجلي عندك رقم بو جاسم حطيه عندنا في النظام الله يخليك وخلي الشباب يتواصلون مع الحينة عقب البرنامج على طول بيتصلون فيك أبو جاسم بيأخذون الاسم وكذا وبيأخذون كل التفاصيل من عندك يمكن سبحان الله في شي مغايب هم بيدورون عليه وبيخبرونك بيخبرونك يا بالضبط إن شاء الله طول عمرك مشكور يا أبو جاسم الله يحبك شكرا جزيلا إذن مستمعين ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم ما تكون معانا أختنا نور المدفع رئيس قسم التوظيف واستقطاب الكفاءات يا سلام مسمى القسم أصلا جميل يعني مو بس توظيف استقطاب الكفاءات ما نتعرف على بعض الأمور الخاصة به شون التوظيف عندنا في الهيئة وأيضا مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف فاصل وراجعين سعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا برنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي لأن المكالمات يتنى وفتحنا موضوع التربية والأطفال والسلوكيات التي تهدد صحة الأطفال ومخاطرها لكن نسينا أو ما نسينا أجلنا موضوع الفقرة التغذوية التي أنتم متعودين عليها لنا الحين قبل أن أتطرق لموضوعنا الرئيسي اليوم معانا عبر الهاتف الأخة عرين رشيد خصاية التغذية العلاجية في هذه الصحة بدبي بتكلمنا عن الأطعمة الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بالإكتئاب صبح جل الله بالخير عرين نتفضلي طبعا حنور السلام عليكم جميعا وإن شاء الله الله يبعد عننا الاكتئاب جميعا آمين هلأ إحنا بالنسبة لموضوع الاكتئاب إذا سألتني ليش هذا الموضوع ليش هلأ تضامنا بكرة بتعرف يوم السعادة العالمي صح فإحنا بدنا نركز للناس إنه موضوع الاكتئاب هو مش موضوع بس نفسي هو كمان إله علاقة مع التغذية صحي يعني أسلوب حياتك ونمط حياتك اللي تتعلق بموضوع كيف أنت بتتناول وجبتك خلال اليوم صحي إلها تأثير على النفسية أول شيء للشوكولت اللي هي طبعا واللي هي طبعا الاكتئاب هلأ في عندنا بعض النصائق التشوكولت يسمونه هرمون السعادة صح هذا الكلام إيش وعفون التشوكولت الكاكاو يس يس إليه علاقة في الموضوع هلأ إحنا عندنا بعض النصائح اللي هي طبعا إحنا بنا نعرف إنه الاكتئاب هو مرض نفسي بيجي مع الوقت يعني وما بيجي بيوم ولاحظة هو بيعتمد على إنت كيف خلينا نقول الفحصات الدم عندك إذا عندك نقص بفيتامينات طبعا زي ما إنت حضرتك حكيت لنا بأول الإذاعة موضوع الفيتامين بي 12 صحي فهي من ضمن الفيتامينات المهمة جدا في العنصر الغذائي في أكلنا هلأ بعض النصائح طبعا اللي أنا حكي عنها اللي هي تساعد على الوقاية أو خلينا نقول التقليل من فرص الإصابة في الاكتئاب هلأ أول إشي إحنا بهمنا دائما إنه نتناول كل وجباتنا اليومية اللي هي وجبة الفطور وجبة الغداء ووجبة العشاء مع طبعا الوجبات خلينا نقول الخفيفة اللي بين الوجبات طبعا وهذه الوجبات لازم تتضمن اللي هي مجموعة النشويات والبروتين والخضروات والفواكه والألبان ثانيا نهمنا دائما إنه ناخد قصة من الراحة يعني لا تجهد نفسك يعني على أقل على الأقل خلال النوم تتكون نايم من سبعة إلى ثمن ساعات يوميا الشغلة الثالثة الشرب هي طبعا الكثير من نواجهها إحنا خصوصا بالتعامل مع المرضى نلاحظ إنه شرب كميات وفيرة من المي مش دائما موجودة يعني بتحتاج إحنا خلال اليوم من 8 إلى 12 كوب من الماء على تنقية اللي ساعد إنه على تنقية الجسم من السموم وكمان رابعا لازم نحط بالنا إحرص على تناول كميات كافية طبعا زي ما حكينا من مجموعات الفيتامين بي وخاصة حمض الفلك وطبعا هذا حمض الفلك هو بساعد على تقريب فرص الإصابة من الاكتئاب ومن أهم مصادره هو الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ الملوخية كل إشي أخضر غامئ هاي موجود فيها العنصر الغذائي اللي هو الحمض الفلك مع الحبوب الكاملة واللحوم والكبد كمان من الأشياء اللي تتجنب هو طبعا إحنا بنعرفهم اللي هي كل الأطعم المحتوى اللي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والسكريات البسيطة والمشروبات الغازية عنا كمان اللي هي الأمور التي هي نقلل من تناولها كمان اللي هي اللحوم المصنعة مثل المرتدلة مثل المقانق هاي الأمور هاي بتساعد لأنه على خلينا نقول على ارتفاع نسبة الهرمونات اللي بتأثر فينا نفسيا اللي هي اللي بتخلينا نصاب في الاكتئاب الشغلة التالتة عفوا الخامسة موضوع طبعا اللي هي فيه عنصر مهم أنا حابة أحكي عنه اللي هو سيلينيوم السيلينيوم طبعا كمان بساعد على التقليل من هاي الأعراض اللي هي موجودة طبعا بالثوم والبقوليات كالفول والمكسرات المختلفة والحبوب الكاملة وآخرا وليس أخيرا هو طبعا نحرص على طبعا نمارس نوع من النشاط البدني على قليلة إنه المشي لو 30 دقيقة في اليوم إلى 45 دقيقة بيكون ممتاز كمان هذا بساعد على تعزيز صحتنا وبنفس الوقت إنه منخفف من هاي الأعراض جميل وأهم إشي طبعا زي ما حكينا موضوع اللي هو حكينا عنه أولا حكيت عنه اللي هو الموضوع السنين يوم صاري ما قصرتي ما قصرتي يا عرين ما شاء الله كفيت ووفيت وخدتي الموضوع بشكل كامل شاكرين لك نحن والله يبعد عننا الكتاب ويخلينا دائما بصحة وسعادة إن شاء الله الحمد لله شكرا جزيلا شكرا إذن كانت معنا عبر الهاتف لخة عرين رشيد خصائية التغذية على جيفية الصحة في دبي موضوع الأطعم اللي قد تقلل من خطر الإصابة بالكتاب يا جماعة الخير وائد جميل أنت يعني يقول لك اللي تاكله يطلع فيك من زين فالصحة دائما شو في الأكل شو خصر رأس شو بنشر على إعقارك شو في مخك في مخك آه صح صح يا سلام عليك عيسى قال الصحة تاجا على رؤوس الأصحة يا سلام عليك يا سلام عليك سامحني هنا عموما نذهب الآن لمعرض الإمارات للوظائف وأيضا يعني هيئة الصحة في دبي تشارك في هذا المعرض في الدورة 2019 خصصت في منصتها ركن مميز لتقديم الاستشارات الوظيفية للمواطنين المقبلين على الوظائف المختلفة أيضا تعطي مثل كذلك أدفايس أو نصايح كيفية اختيار الوظيفة المناسب للدراسي القدرات الشخصية مو بس يعني ستاند لاستقبال الطلبات والوظائف لا تعدينا هذه المسال لأن كيف ندرب هذي الخريجين والناس اللي موجودين أنهم يجتازون هذه المقابلات الشخصية بنجاح ويعززون عندهم يعني فرص التوظيف أنا معايا خطنا الأستاذة نور المدفع رئيس قسم التوظيف واستقطاب الكفاءات في هيئة الصحة صبح جلال بالخير صبح كلب النور والسرور نحن يعني عايبني أنكم أنتم مشاركين دائما بشكل مختلف تشاركون في هذا المعرض وتحاولون أنكم مو بس أن نحن نستقطب الكفاءات ونوظف لا نحن نسعى إلى يعني فتح حافق المعرفة عند هؤلاء الخرجين نحاول قدر الإمكان أن نعطيهم النصايح والدورات لو كانت سريعة ولكنها مفيدة جدا في عملية حتى في كتابة السي في مالهم فأول شيء نريد نتكلم عن شو عندنا في منصة هيئة الصحة في هذه السنة أول شيء صباحكم الله بالخير وين مكاننا أصلا في المعرض نحن موجودين في القاعة رقم واحد في المركز التجاري طبعا أوكي زين موجودين نحن في هيئة صحة دبي خلنا مشاركين على منصتين في المنصة الخاصة بالهيئة ومشاركين من ضمن المنصة التي هي خاصة بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالنسبة لنا نحن في هيئة صحة دبي في الوقت الحالي طبعا تطبيقا لخطط التوطين وتنفيذ للخطط التي تكون شو الصوت ليس واضح يعني؟ لا يعني عيسى يساعدك عشان يطلع صوتك أوضح تطبيقا وتنفيذا لخطط التوطين 2021 المعتمدة في هيئة صحة دبي والاستقطاب المواطنين وأصحاب الكفاءات نحرص على المشاركة في معرض التوظيف ويمكن السنة محمود مشاركتنا مختلفة بعد عن كل سنة تمام يمكن أنت عطيت وتقديم الاستشارات وأي حد يعني حاب يعرف كيف يكتب السيرة الذاتية أو أي شيء يكون خاص بالـ HR نحن بنكون مستعدين نساعد فيه لكن المختلف في السنة أننا نحن مشاركين من خلال طبعا برنامج طب وعلوم أنزين من خلال منصة فيه منصة خاصة لطب وعلوم موجودين عندنا طبعا خارجين الثانوية العامة ممكن يزوروننا ويتعرفون على برنامج المناح الدراسي نعطيهم شوي فكرة سريعة عن البرنامج طبعا برنامج طب وعلوم هو برنامج المناح الدراسي التي استحدثتها هيئة صحة دبي لاستقطاب أصحاب الكفاءات خارجين الثانوية العامة للانخراط في المجال الطبي أو المجال الطبي المساند أو المجال التمريضي تمام وهم إن شاء الله يوم بيزوروننا بيتعرفون أكثر على هالبرنامج إن شاء الله بالإضافة إلى ذلك متواجدين معنا إدارة تعليم الطبي والأبحاث بحيث أن الاستقطاب عندنا بعد الأطباء الخريجين اللي هم أنهوا يمكن سنة الامتياز تمام عساس أنهم يدخلون عندنا برنامج دبي التدريبي للتخصصات الطبية طبعاً نحن عارفين عندنا فوق الخمسة عشر تخصص حالياً ممكن يدرسون هنا للتخصص في أحد هذه التخصصات وطبعاً المحور الثالث هو بيكون عندنا التوظيف على الوظائف الشاغرة معنا فعندك ثلاث أشياء مميزة في منصة هيئة صحة دبي هاي السنة بالإضافة إلى المبادرات التي تطرحها إدارة المورد البشرية نحن يعني المشاركات السابقة في معرض الوظائف طلعنا بعدد كبير من السيرة الذاتية من باب الشفافية نحن نطرح هذا الموضوع لأننا عرف أنكم أنتم تقومون بجهود واضحة في هذا الموضوع وأيضاً أختي نورة حسب ما قلتيني أنا أتذكر العامة وولد العام قلتيني أنتم أي سيفي إيكم يدخل عندكم في عملية التقييم لو شفتون ما لا مجال عندنا في الهيئة ترسلوه رسالة على الإيميل أو ما أدري ما أدري طريقة التواصل ما أدري ترسلوه رسالة أننا نحن نعتذر أن نتمنى إن شاء الله تكون لك كذا أو أن تعال عندك مقابلة كذا في الهيئة فيتم في رسالة يعني في رد سريع على صحيح على هذه الأمور وفي فترة من فترات تعينت وبعد كذلك من خلال معرض الوظائف دايركت لعدد بعد كذلك نعم صارت بحيث أن تم توقيع عقود العمل في المنصة نفسها والحلو محمود أن خلال السنوات التي طافت نزين من خلال التعينات التي هي خاصة بمعرض الإمارات للوظائف 33% منهم من المواطنين الذين تم تعيينهم هم تابعين للفئة الطبية المساندة يعني اليوم سأتكلم عن خريجين أشعة وصيدلة ومختبرات وتغذية فهذا شيء فرحك تعرف أنك أنت هذه الفئة تخصصات التي نحن نبغيها نعم على طارق التخصصات شو أهم التخصصات المطلوبة للعمل في الهيئة بصراحة هي الطب والطب المساند نفس ما قلت والتمريض يعني يمكن حتى برنامج المنح اليوم مركز جدا على فئة التمريض لأننا حابين نزيد نسبة التوطين اللي هي خاصة بهذه الفئة بالإضافة إلى يعني أنت عارف تطبيقا الهيكل التنظيم الجديد اللي هو خاص بالهيئة أنت محتاج محتاج موظفين أو مرشحين يلهمون بالتميز المؤسسي والاستراتيجي وغيرها يا جماعة الخير موضوع التمريض أنا بعد أريد أن أكد عليه لأن بأمانة في فرص مستقبلية رائعة جدا يعني مستقبل وظيفي جميل جدا اللي يلتحق بهذا السلك ترى عنده مستقبل وظيفي وايد حلو أنتوا حاطين مميزات كثيرة في هذا المجال تتذكرين مميزات نأخذها على عجالة يعني أنا اللي حاب أقوله أن اليوم أول شيء برنامج طب وعلوم تمام يستقطب خريجين الثانوية العامة للانخراط في هذا المجال في أي جامعة أو كلية تطرح مجال التمريض هنا الهيئة يعني داعمة لهذا الشيء أمية بالأمية بالإضافة إلى ذلك المسار المهني اللي هو خاص بفئة التمريض واضح جدا أخي محمود من تتخرج أنت عارف شو وظيفتك بتكون وسلمك الوظيفة واضح وانت تدرس أسرا أوردي هما الهيئة تتكفل بتكاليف الدراسة وفي حوافز مادية ياسة تنصرف لك تمام طبعا بالنسبة للتكاليف اللي هي خاصة بالكتب واللابتوب اللي أنت بتستخدمه وبالإضافة إلى ذلك طبعا ما ننسى الجانب التدريبي والتطويري اللي هو بيكون خاص بهاي الفئة إن شاء الله عند التعين وعندك راتب وانت تدرس وانت تدرس وراتبك موجود ووظيفتك أنت ضامن نهمية ضامن نهمية إن شاء الله إذا الله يعني أحيانا الوظيفة موجودة ويوم توظف مستقبلك الوظيفة بعد كذلك واضح مسارك واضح مسارك المهني واضح مية بالمية المواطنين ذكور وإناث ذكور وإناث الباب مفتوح للجميع اليوم هني في التمريض عندنا والله ترى يعني أنا ليش أتكلم عن هذا الموضوع لأنه مسألة كنا نتكلم عنها في السابق بشكل كبير يونا مجموعة من المواطنات تشتغلوا في هذا المجال ما أدري إذا عنا مواطن يشتغل أنا ما شفت في مواطن يشتغل عندنا ممرض حاليا هم كل مواطنة كل إناث يعني أتمنى والله أتمنى أن الموضوع هذا شوي نوجه الناس يا جمعت خير ترى مهنة جميلة ما تقل أهمية عن الطبيب ما تقل أهمية عن المهندس ملايكة الرحمة هي ملايكة الرحمة ليش سموها ملايكة الرحمة يلا عاد أن تخبرنا قصة طويلة هاي ترجع لي الحروب صح صح نورا اليوم نحن نتكلم عن جهود لاستقطاب المواطنين للعمل في الهيئة ذكرت أنت بعض المسارات وهذا لكن أبغي أتكلم عن توطين الوظائف كذلك الطبية والإدارية الإدارية كذلك عندنا مسارات عندنا أمور كثيرة ممكن المواطنين لتحقون فيها لكن شو أبرز الأشياء التي تبغي أن تنصحين فيها المقبل على العمل أنا أريد أن أحيانا الشباب مبواعين المسائل الخاصة بتوجهاتهم التوظيف وين يروحون شو يسوون كيف يشتغلون فأبرز النصائح التي تبغي أن تطرحينها للشباب أنا بالنسبة لي اليوم يعتبر اليوم معرضة توظيف نفس اليوم يعرف يعرف جميع يمكن الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل تمام عن سوق العمل يعرفهم على سوق العمل عن قرب تمام فأنت تكون عارف شو الفرص الوظيفية المتاحة وين يعني أنا دايما أنصح الناس سير قدم في الشي إلا أنت تبدأ فيه في الشي إلا هو يعني شو أقول لك محمود يكون له علاقة بتخصصك إن شاء الله وحلو الواحد يبدأ من الصفر ويكون جدامه مسار وظيفي واضح تمام مع أساس أنه يعرفه أن يوصل في المستقبل إن شاء الله طيب أيضا انتبه كذا أول ما تتوظف حاول أن قد ما تقدر تبدأ الجهد كبير لأنك أنت أنا أعطي نصيحة دايما أختي نورة أنت يوم بتي بتشتغل أنت ما تشتغل عند عيسى ولا عند نورة صحيح ولا عند محمود لا أنت يا تشتغل في حكومة دبي صحيح من زين تشتغل عند سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بالراشد الله أحب مكتوم تحط في بالك هذا الشيء أن يا تشتغل عند هذه الشخصية العظيمة صحيح شو يبغي منك شو يبغي منك وعلى أساس أشتغل وهاي هي محمود عشان تشتغل نحن ما نبغي بذل الجهد يكون بس عند بداية التوظيف لا يتم هذا الشيء مستمر لأنه نفس ما قلت أنت قدوتنا في النهاية هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بالراشد المجتوم الله يحفظ يا رب العالمين زين إذن نذكر بالمنصة مالتنا وكم يوم موجودين وكيف ممكن يزوروكم طبعا نحن موجودين ثلاثة أيام من اليوم 19 مارس 21 مارس متواجدين من الساعة 10 لن الساعة 6 يوميا في قاعة رقم 1 إن شاء الله بإمكانهم يزورون منصتنا الخاصة والمنصة وطبعا مع دائرة موارد البشرية لحكومة دبي طريقة التقديم بتكون إما على الوظائف أو على أو لبرنامج المناحة الدراسية طب وعلوم أو طبعا عندنا البرنامج التدريب للتخصصات الطبية بالنسبة للناس اللي بيحضرون المعرض يقدرون يقدمون بشكل مباشر إلا ما بيكونون متواجدين في المعرض نحن دائما نعرض الوظائف على موقعنا اللي هو خاص بالهيئة dha.gov.ae وعدنا طبعا منصة وظائف دبي اللي هي www.dubaycareers.ae وطبعا على صفحتنا في موقع لينكدن دخولون نجانا نعم للمواطنين في أيام خاصة للنساء ولا كل الأيام مفتوحة ما تذكرين أنا باتشا بتأكد لكم يا جماعة الخير بخبركم عموما مثل ما ذكرت خاتنا للسادة نورا المدفع رئيس قسم التوظيف واستغطاب الكفاءات في هيئة الصحة في دبي ذكرت أن المجال مفتوح أمامكم يلا على المركز التجاري إن شاء الله إن شاء الله اللي يدورون وظائف وإن شاء الله يا رب يعني نتمنى أن الكل يتوظف يعني دائما الواحد يركز بس لما تتوظف لازم تعرف أن أنت أمام مسؤولية كبيرة هذه المسؤولية وطنك تأخذه بهذا المجال بهذا الهدف اللي تحطه في رأسك شكرا لك أستاذة نورا شكرا لكم محمود كل الشكر لميرا الغفري كانت معنا في التنسيق في إعداد هذه الحلقة يوسف سعد في الإخراج عيسى سبيل هذه تحياتي محددكم محمود يوسف العدو ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة